أهلا بكم الجديد مستمرون معكم مشاهدين عبر شاشة العربية في تاطيتنا المستمرة للتصعيد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل حيث نفذت حركة حماس أكبر هجوم على إسرائيل منذ سنوات تضمن هذا الهجوم عبور مسلحين للسياج الحدودي سبقه إطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة مع سماع دوي صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل ووسطها وفي مدينة القدس قال الجيش الإسرائيلي أنه في حالة حرب فيما دعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إلى اجتماع طارئ لمسؤولي الأمن ويمثل هذا الهجوم تسللا غير مسبوك لمسلحي حركة حماس إلى إسرائيل من قطاع غزة كما أنه يعتبر أكثر تصعيد ربما منذ أن خاضت إسرائيل وحماس حربا استمرت عشرة أيام في عام 2021 وسائل إعلام إسرائيلية فادت بوقوع معارك بالأسلحة النارية بين مجموعات من المقاتلين الفلسطينيين وقوات الأمن في بلدات بجنوب إسرائيل وردا أيضا على الهجوم أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات على أهداف تابعة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ضمن ما سمته بعملية السيف الحديدي ارتبع معكم هذه الصور المباشرة الآن من قطاع غزة حيث تظهر هذه الصور ارتفاع السحب الدخانية ربما جراء تنفيذ بعض الغارات الإسرائيلية على مواقع من قطاع غزة بيتزامن مع العمليات المستمرة الآن بعد أن أطلقت كتاب وعز الدين القسام والدراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم عملية عسكرية كبيرة ووسعة ضد إسرائيل شاملت إطلاق الآلاف من الصواريخ والقذائف وعمليات التسلل أيضا والاقتحام لبعض المستوطنات في غلاف قطاع غزة